كابتن محمد طبعا زكريات جميلة جدا ده في وقف كتير بين حضرتك وبين كابتن محمود الخطيب هنرجع لها بس هو كابتن محمد طبعا كواليس زمان والأجواء زمان مختلفة بشكل كبير هنرجع كابتن متحط وكواليسه مع كابتن محمود الخطيب لكن خلينا نتكلم على رؤيتك اليوم السبت ان شاء الله كانت أولا مفاجأة بالنسبة لك أن المسيمان يبدأ بنفس التشكيل اللي نهى به منبارات الزمال أن يبدأ بنفس المبارات الاتحاد بس مع تغيير أعجائي للإصابة ده سؤالي والسؤال الثاني رؤيتك ليه المباراة ان شاء الله اليوم السبت للتشكيل الأفضل ايه ممكن جدا ايه المتوقع من طلع الجيش يعني رؤية فنية لمبارات النهائية ان شاء الله بصراعة كانت مفاجأة أنه لقي حاطة نفسي التشكيل بتاعها طبعا مبارات القمة زي بقول لك اللعيبة اللي لعبت طبعا بزلت جهدي كبير جدا بدني وزهني في المباراة الاحتفالات والحاجات دي أكيد خدت منهم برضو كتير فكون ان هو يبدأ بنفس التشكيل ده يعني برضو هي حاجة إيجابية برضو بالنسبة له ان هو عايز يثبت طبعا الحاجة الإيجابية فيها ان هي ثبت بتشكيل المجموعة اللي حسد بالفوز اللي كان من ثلاثة أيام وده عامل برضو نفسي مع اللعيبة نفس التشكيل ونفس القصة وفي نفس الوقت رزق كبير لأن برضو الإجهاد عشان كده هو أنا بتهيق لي ما تأخرش في موضوع التغييرات يعني برغم انه عارف انه ممكن الموضوع يمتد ل120 دقيقة ومع دايما في موضوعات الكاس اللي زي دي المداربين بيأجله كابتن هاي ومع دايما في اللقاءة الآخر استنى شوية وفي مهال أفريقيا حصل كذا محصرش مثلا اتنين لا بقى 5 ماربين دي كان متوقع يعني إنما هو بدأ بالاثنين عشان زي ما أقولك خروج مغلوب ما فيش وقت لازم ضاغط من بدري من أول الشوط التاني فهو الحقيقة يعني برضو أنا شايف إنه أدار المباراة بشكل كبير جدا وشكل جيد وطبعا كل ده منسلش حامل التوفيق برضو طبعا يعني بعض الأوقات كان خرص كتير ضاعت طبعا يعني حقيقة برضو بالزبط كده لو هنتكلم بقى على مباراة السابت إن شاء الله النهائي طبعا النهائي مختلف حوافز بقى طبعا كتيرة جدا ودوافع المكسب أول مرة قابل طلع الجيش في التاريخ متشب بطولة تتحسب للنادي الأهلي السنة دي أعتقد برضو فيه قسط أحسن من الراحة متاخد ممكن يقدر برضو عنده دلوقتي كمان أريحية في اللعبة اللي كانت برن لسه مش عارفهم هيعملوا إيه لا رجلهم بقى في الملعب زي الاتنين اللي نزلوا محسن وطهر محمد طهر فدي برضو عنده البودلة الكتير ميزة النادي الأهلي دلوقتي هاني إنه عنده بدل العيب الوحيد في المركز لا اتنين وثلاثة اسمها الحيرة اللذيذة كابتن محمد لما حصل موضوع كورونا والإصابات والكلام ده النادي الأهلي ما تأثرش بالذات بالتحديد في نص الملعب الناس كلها كانت خايفة وديونج واوة حمد فاتحي لها مباراة قوية جدا جدا وما حستيش بغياب ديونج لا فانت دلوقتي عندك ثلاثة تختاري منهم بغير لسه طبعا الناس الجديدة اللي هتبقى موجودة فما عندكيش مشكلة في الحتة دي كذلك المساكين انت دلوقتي بدر بنون لما جيه برضو كان قاعد بس طبعا ما كانش ينفع ينزل في مورازة دي بالذات المدافع صعب ينزل لو مش أساسي ما نزلش في النص وهو لسه جديد فكل الحاجات دي عنده أريحية في الاختيارات وعنده دكة قوية وعنده دوافع إن شاء الله بإذن الله كبيرة تحين دي أو ماتش بيديك بطولة بتكملك لمسرتك اللي جاية إن شاء الله فأنا أعتقد أنه هو يعني بإذن الله بإذن الله برضو هيوصل لأنه هو برضو الراجل ساعات بيفجينا برضو ببعض الحاجات كده في تغييرات في حاجات إنما هو يعني برضو الناس أو التشكيل الأساسي عنده تعودنا أنه هو يبقى نمطي خلاص فرض نفسه بشكل بير يعني في ماتش مثلا في ماتش أعتقد الوداد أو الزمالك الناس كده رأي تقول إيه المفاجأة اللي محضرها إيه الكزا لا بالعكس هو كل المفاجأات اللي بيعملها هو بجرد بس كلام وحرب نفسية مع المنافسين وهو الحياة بيجدها وإزاي ما بيأهل لعبته كويس قوي نفسيا إزاي برضو ما بيعرف بلغة الكرة يلعب المنافسين يعني طيب إحنا عندنا فاصل آخر في البيت الكبير وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضركم تفضل